أصدر رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد يوم أمس بياناً يدعو فيه الأثيوبيين إلى الثبات أمام التحديات التي تواجهها أثيوبيا في المجالين الدبلوماسي والإعلامي وأن لا ينحنوا لدعايات العدو الكاذبة داعياً الأثيوبيين إلى الدخول في جبهات القتال ومجال الدبلوماسية من أجل الوطن وأشار إنه إذا وقف الأثيوبيون بشجاعة معاً لمواجهة ومقاومة الجهود التي تبذلها الدبلوماسية والإعلام الغربي لتكتيف أيدي أثيوبيا إجباراً فسيتم القضاء على الجبهة الشعبية لتحرير تقرأي الإرهابية وتدميرها مرة واحدة وإلى الأبد وأوضح الدكتور أبي أحمد بأنه مهما اشتد الظلام فإن ساعة الفرج آتية منوهاً إلى ضرورة عدم التزعزع والتساؤل فيما إذا كان الظلام سيذهب أم لا بل في كيفية إجباره على الذهب وإن المشاكل والتحديات الموجودة في الظلام هي فرصة للكواكب والنجوم لتظهر وتنتصر وهي علامة الشجاعة كذلك مبيناً بأن أثيوبيا قد مرت بتحديات وأوقات محنة عديدة لكنها استطاعت أن تنتصر عليها عبر أبنائها الشجعان الذين لم يقفوا مكتوفي الأيدي ولكن خاطروا بحياتهم وثبتوا بالأمل وتحدوا المشكلات معرضين رؤوسهم للسيوف وصدورهم للرصاص من أجل دحر العدو وعندما انتصروا على أعدائهم رفعت أثيوبيا رأسها عالياً وأوضح أيضاً بأنه هناك العديد من الدول في العالم في وقت أو آخر قد وقعت ضحية لمؤامرات مثل ما نواجه نحن اليوم وتخوفت من التفكك مثل ما حدث ليغسلافيا والصومال وليبيا وسوريا الذين وقعوا ضحية للمؤامرات فيما دول مثل ألمانيا واليابان وكوريا وفيتنام قد مروا بنفس المحنة ولكن اختاروا مواجهة المصعب وعملوا متحدين للحصول على النصر وأشار البيان بأن الأوضاع الحالية في أثيوبيا تتشابه مع الأوضاع التي كانت في كوريا الجنوبية حيث شهدت الفقر والحرب الأهلية والتدخل الأجنبي إلا أنها استطاعت الانتصار عليها من خلال الوحدة والذكاء والتضافر وأفاد البيان إن هذه الدول احتلت مراتب رفيعة في قائمة الدول المتطورة اقتصاديا وسياسيا وتكنولوجيا وقيامها الاجتماعية وهي من أكثر الدول حداثة في العالم بسبب أنها قد تجاوزت المحن التي مرت بها وحولت المشكلات التي مرت بها إلى منصة للوصول إلى الدرجات العالية التي هم فيها الآن وذكر رئيس الوزراء ألمانيا كمثال بعد الحرب العالمية الثانية حيث كانت قد انقسمت إلى قسمين إلا أن شعبها اختار أن يهدم جدار برلين والأيديولوجية التي قامت بتفرقة الشعب الواحد وكذلك أمريكا التي خاضت حروبا أهلية وانقسمت إلى فريقين في عام 1860 إلا أنها استطاعت أن تنجو من التقسيم بعد أن دفع الآلاف من الأمريكيين حياتهم ثمنا للوحدة في أمريكا وأكدا على أنه لا توجد تحديات ومآزق مرت بها أثيوبيا في تاريخها مضيفا أن الدولة كانت قادرة على عكس مسار التحديات والتغلب عليها بحكمة من خلال الوحدة وتابع مهما كانت التهديدات القادمة من العالم الخارجي أو التحديات التي تنشأ من داخل البلاد عندما تكون هناك وحدة قوية بين شعب أثيوبيا فإن التحديات لم تكن أبدا فوق قدراتهم وقال إن الجبهة الشعبية لتحرير سيجراي الإرهابية تبذل الآن جهودها الأخيرة وتشن الحرب على جبهتين وحثى رئيس الوزراء على الانضمام والتكاتف لمواجهتها وأفاد إن الدبلوماسية والعلاقات الخارجية هي لعبة سياسية تسترشد بمبدأ الأخذ والعطاء مضيفا لا شك في أن بلادنا ستستفيد أكثر من الخط الدبلوماسي الصحيح وعلى العكس من ذلك فإن العلاقات الدبلوماسية التي تتم من خلال تعريض المصلحة الوطنية وسيادة بلدنا للخطر قد تجلب راحة مؤقتة ولكن العواقب السلبية طويلة المدى كبيرة إن القوى التي نحاربها أقوى سلاحها هو الكذب فهي تستخدم الإعلام إن الجماعة الإرهابية ظلت تكذب لكثير من السنوات ولا يجب أن ننحني لدعاياتها ونضيع الوقت في فضح الأكاذيب وإنما في البحث عن المكان المناسب لردع العدو وأشار البيان بأن ما كان يقوم به أعداء أثيوبيا في السابق من العدوان على أثيوبيا في السر قد أعلنوا عنه صراحة في فتح جبهات قتالية وأخرى دبلوماسية لذلك وجب الاشتراك في الدفاع عن وجودية الدولة من خلال الجبهتين الدبلوماسية والعسكرية وأضاف أن دبلوماسية إعلام العالم الغربي لا زالت مستمرة في محاولتها للعب بالبلاد من خلال الإنحياز للجماعة الإرهابية وإذا استطعنا التوحد وصد هذا الضغط فسنستطيع القضاء على هذه القوة حتى النهاية ودعا في البيان كافة الأثيوبيين أن يكونوا سفراء لبلادهم وإن كثيراً من الأثيوبيين قد اشتركوا في الحملات العسكرية للدفاع عن البلاد ويجب على الشباب أن يتساءلوا ماذا قدموا لبلادهم وأن أثيوبيا ستشكرهم وشددا على ضرورة العمل معاً والإنسجام لمواجهة الضغط الإعلامي والدبلوماسي على أثيوبيا وأضاف على ضرورة المقاومة والدفاع عن الأخبار التي تضر بالبلاد على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها في الداخل والخارج بشكل فردي وجماعي وحث البيان الأثيوبيين على النهوض جميعاً في أن يقوموا بتوريث أثيوبيا أفضل إلى الجيل الجديد وأن العدو قد أصبح قاب قوسين من المصيدة وأن قوة النصر قد خرجت وانتظمت وكما تعهدنا بأن نحقق نصراً باهراً فإن الوقت قد اقترب لأننا نعتمد على رب أثيوبيا ومن أجل أثيوبيا والذي يحارب هو الجيش الأثيوبي وأن أثيوبيا ستنتصر بارك الله في أثيوبيا وشعبها البيان الصادر من رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد